موسيقى بدنا نحكي عن معتقدات خاطئة تتعلق في تربية الحيوانات الأليفة جوا المنازل الدكتور نسيم نعيمي الدكتور بيطري صباح الخير دكتور صباح النور الدكتور نسيم هو راح يحكي لنا عن المعتقدات الخاطئة شالب السلح له أولا هذا مترو هذا مترو مترو بحاله مترو بحاله وين يذهب؟ كل مكان دكتور بدنا نسألك عفية كتير شغلات تتعلق يعني خلينا نبلش مدام مترو بإيدك نحكي عن مترو بتتعلق في تربية البساس في بيقول فيه البساس بيسهببوا مرض عقوم عند الأنثى هل هذا الحكي صح؟ طعم أصل المقولة هاي هو مرض اسمه توكسوبلازموسيز قبل ما نحكي عن توكسوبلازموسيز نفسه نحكي عنه كيف ينتقل من البساس للبشر فرصة انتقال توكسوبلازموسيز من البساس البشر تقريبا ناذرة يعني نحكي أنه لازم يكون عندنا بساس في المنزل تأكل لحم نية مؤظم بساس في المنازل تأكل لحم نية 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 في حالة أن أخرج المرض مع البساس المرض غير معدي والتوكسوبلازموسيز سيكون في الطور غير معدي لمدة أول 24 ساعة إلى 42 ساعة مختلفة بهذه المدة غير معدي؟ أول فترة يكون غير معدي فإذا تم تنظيف التراب بالبسس خلال فترة قبل 24 ساعة سيكون الوضع أكيد 100% آمن النقطة الأخيرة هي أنه حتى لو كان البوراز في توكسو بلازموسس وصاله أكثر من 24 ساعة وكان في الثالة الماضية إذا قمنا بنامس التراب بالبسس سيكون حمالنا حالة من توكسو بلازموسس فنحن لدينا أكثر من خطوة إذا التمع بعض كتير رح تكون فرصنادر وننتقل التراب الذي يكون محطوط للبسس يروح ويعمل ويعمل ويعملون هناك كيف يجب أن نغيره؟ التراب يمكن أن تنظف نحن نفضل أنه مرة في اليوم لكن هناك حالات أنه إذا كان لدينا أنثى حامل في المنزل يمكن أن نظفه مرتين في اليوم ونبدله كامل؟ تبدل كامل حسب نوع التراب أنواع التراب يكون فيها أنتباكتيري ويكون فيها أدوية مضادلة حسب نوع التراب حسب نوع التراب حسب نوع التراب يشعر بها هذا اسمهه هذا لا يوجد بره هذا لا يوجد إليه هذا على الأغلب هذا ليس بره لديه مقرب نعم دكتور البساس تعرف أنهم ننطفون بحاله لكنه أحسن يحميهم نعم من الحمام عادة لا نحن نحن نحمي بحماية التراب إذا نحميها ممكن بالكثير مرة كل أسبوعين، ليس أكثر من هيك. طب لماذا لا تنصح أن نحميها إذا كانت داخلية؟ أول شيء يحتاجونه. ثاني شيء حساسي للماء. أول شيء رح يغلبون عادةً عندما يغلبون. ثاني شيء المناعة تنزل بعد الحمام لأنه يكون لديهم خوف وضغط نفسي. يعني ليس مثل الكلاب يمكن أن تتحب الماء و تتعود عليها؟ هناك بساس أه، بس عادةً المجمل أو القاعدة العملة. حسنًا. هل هناك شيء قبل أن تتحدث عن البساس؟ البساس داخل البساس داخل البساس. أول شيء، كل البسة لها شخصية، يجب أن نعرفها، لا يوجد البسة لها شخصية مثل البسة الثانية. الأنواع لها ارتباط خفية، ولكن عندما تربيب البسة ستجد أنه سيكون فرد من العائلة لأنه لها شخصية خاصة، ستفرد شخصيتها على المنزل نفسه. ستجد البسة الذي يلعب، ستجد البسة الهادي. هل هذا هادي و ليس هادي؟ هادي هادي و ليس هادي مشكلة كثيرة. مبين عليه. أرجع للمعتقدات الخاطئة. أنا شخصياً أعرف أن البساس، إذا كان موجودين داخلها، نحن نعرفه ليس هذا المرض، أنه يربي كيس شعر من الوبر تبعهم على رحم السيدة لكي تسبب لها، فهذا المعتقد خاطئ، و ليس يكون كيس شعر. نحن نقولها من منطقية أكثر. الرحم ليس متصل بالجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فكيف ينطق الشعر للرحم؟ هذا هو الموضوع. أكيد مئة بالمئة الموضوع خاطئ. التوكسف لا يجب أن يكون موجود. لكن فرصة الانتقال عن طريق القطاط العلمية مثبتة أنه كثير ناظرة. الفرصة أكثر عن طريق اللحم. منطقية اللحم النية. يبقى لو نربي بساز جوا بيتنا، لحم النية لا نطعمهم. أكيد. نحن عندما نقطع اللحم النية، ننتبه أنه لا نقطع خضرها بعدها بنفس السكينة أو على نفس المفرمة. ثالث شيء وأهم شيء؟ تمظيف الطراب تلك البسة. تمظيف الطراب. مرة كل يوم أقل الأشياء. هذا الشيء. يعني خلل نقول مرتين للي بحب يكون عنده وقاية زيادة. وإذا كان هناك أن تحامل في المنزل، فضلا أنهم لا تنظف الطراب. قليلة. قليلة كثير. يعني نقول شبه مستحيلة. شبه مستحيلة. حسنا. ننتقل إلى الكركة. مثلا ليلة مثلا. تقول لي هي مربيتها أنا في المنزل. تمام. أكيد ليلة هاي ما ربيتها لأنها هاي بتعود. تمام. تعقيني هاي. مترو. هاي مترو. هاي السلحفة اللي هي سلايدر. تمام. السلحفة هاي بالنائيها عادة في السوق بحجم صغير عدد من سنتمتر بكون. ثلاث سنتمتر بكون حجمة. وبحجمها عادة في السلحفة المائية. نحن 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 كثير حلوة كثير نعومة. لكن نحن لا نعرف كيف تعالي سلحفة هاي. سلحفة هاي. عادة في السلحفة هاي. بعد ثلاث سنوات فاجأت أن السلحفة هاي صارت به الحجم. طبعا سلحفة هاي شرثة. شرثة. ستضع فليس لا تضع أيدا قدامها. ستضع. 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 هذه السلاحف عندما نشتريها نحن نعرف أنها التزام تقريباً 50 إلى 75 سنة لأنهم يتعيشون 50 إلى 75 سنة لأنهم يكون عمرهم أقل من سنة فلساً عمرهم كله يكون فإنه يفضل أنه لا نشتريها المبسوطين عليها بحوض الماء لأنه هيك رح تكبر أكتر أول شيء بحوض السماك تنحطش لأنها تأكل لحمة فأنتي حطيتها قدام وجبة قدامها بحوض السماك فرح تأكل السماك على الأغلب الآن السلاحف التي ننصحها للناس الذين يحبون سلاحف ننصح بالسلاحف البرية في السلحف التي يسمونها جولدين جريك تيرتل أو السلحف الإغريقية التي نعيها في الشوارع و سحة البيت هذه السلحفة كثيراً من شهرات لأنها نضيف السلحفة بشكل عام السلحفة منيحة و قوية تتحمل وتتعيش كمان لفترات طويلة يعني نعيش 150 سنة وفوق إذا تم العناية بشكل كافي ما هي العناية؟ عادة نحن نضيفها في الجنينة و نتركها نضيفها الخاصة هناك أشخاص ينصحون جوات الجنينة لكن هناك أشخاص ينصحون جوات البيت تكذر جوة البيت يعني مثلاً؟ يعني جوات البيت العيلم تصرف بالضبط كما أنه يوجد عندك لكنه يوجد بشكل ثاني تطلب أكل لكن ليس عندما تقطع لحمة عندما تقطع سلطة تطلب منك الأكل عندما تطلب الصوبة و تكون بردان و تحتاج إلى تدق الباب عليك و تفوت على جنب الصوبة يحبون الدفع يحبون الدفع يحبون الدفع أكيد طبعاً لأنه منذ واتم البارد يعني لا يوجد الكثير من الأشخاص مثل البساس تمرض؟ أكيد كل شيء يمرض أكثر مشاكل تتواجههم من ناحية الأكل وهي نقص فيتامين A فننزيد نسبة الأعشاب الذين ينقص فيتامين A العادة أعني أعنيma انتقص فيتامين فيتامين أ فهنا نطعم سلطة فيتامين S Purpana على ما ينقص فيتامين أ بدون نطعمهم الأعشاب نحن عن هندبة هندبه نحن عن الخبازة والعشاب المستبع ويوجد فيتامين تأتي المنزل معنى منهم يكون كفائية هذا بالنسبة للسلحفة يريمون الكثير من الأشاب لا يوجد الكثير من الأشاب في أردن هناك جمعية جديدة للسلاحر. غريب أن تربيهم. لأنه يحفظوا عليهم من الإنقراض. لأن السلحة الأردنية لدينا معلومات قليلة عنها. هي اسمها جوردينين جولدين جريك. هي الأردنية. لنفتح فيها جيدا. لنجلبها أردنية. حسنا. هل تخايف منها؟ لا تعرفون شيئا. لا تعرفون رأسك. هل تسمعها شيئا؟ لا، لا تسمعها. ولكن من سأقوم بإخباره الثاني؟ على الأغلب من سأقوم بإخباره شطورة، فهو ستناقضى. 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 ممكن أن تجرح. ستناقضى. سأكل اللحم. سأكل اللحم. سأكل السماكن المكتوبة في الحوض. اتحدث عن الأردن، اتحدث عنه حسناً، لن نتحدث عن الببغة الببغة تتحدث عنها المشكلة كبيرة في الببغة نحن نعتمد على بذر عباد الشمس كأكل رئيسي للببغة ومعتبرينها كاملة عامة حسناً كل ببغة يجب أن يأكل بذر عباد الشمس هل قال هذا؟ نحن نقول أنه بذر عباد الشمس يوجد فيتامين A ويوجد فيتامين D ويوجد كالسيوم ويوجد نسبة دهون عالي نحن لا أضع هذا الببغة يضعونهم في الأخير مثل السلوم، لكن لا يوجد في التامينات معدل عمر الببغا عادة من 35 إلى 75 سنة الرقم القياسي عمر الببغاة هو 120 سنة عندنا في الأردن من 12 إلى 25 سنة هو المعدل هناك أشياء أكثر و أكثر أشياء أقل منها لكن هذا هو معدل عمر الببغاة لو طلعنا أنواع الببغاة في العالم لا يوجد الببغاة تقريباً أكل نفس الأشي عادة كل منطقة في العالم إلها ببغاة مثلاً أمازون أكله يختلف عن الأفكينغري الذي موطنه من الكونغو نحن نتحدث عن الأفكينغري باروت وهو أصله من الكونغو وهي كونغو صحنا سيكون أكله عبارة عن بذور بذور سأتحدث عن بذر عباد شمس أكيد سأتحدث عن الدخن، سأتحدث عن الأنبز سأتحدث عن بذر الكتان، سأتحدث عن بذر الفجل هذا سيكون جزء من الأكل وليس كل الأكل الجزء الثاني يجب أن يكون كربوهايدرات يمكن أن نضيف كربوهايدرات، يمكن أن نضيف دورة للأكل ويمكن أن نضيف أمه يمكن أن نضيف فيتامينات كمال للأكل يمكن أن نضيف فواكه الخضار لكن الفواكه الخضار نضيفها تقريباً 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع ويمكن أن نضيف الأشياء الخضر التي تحدث عنها نفس الأشياء للسلحة فهي هندبة، بألة، عادة نبوكل منها نضيفها ماذا يعني؟ يعني نعلقها وهنا بيجو بضبناء عادة الببغات اللي بيجوانا مش متعودين على الأكل لدينا الببغة مريض مريض؟ ليس مجانا لكم المرض الذي لديه نقص فيتامين A أعراض نقص فيتامين A لديهم دمال تحت المنقار الأنف عندهم يسكر بصوت نفس مشاكل تنفسيه كما يحدث عندهم يفكر بالنقص فيتامين A خصوصاً إذا كان الببغة كان يزرعبات شمس سهلاً، أنت عملت له عملية عملت له الدمال ويتحمله لكي يرجع سهلاً أريده تقريباً خمسة أيام إن شاء الله أعزائي أول معنات الواحد عندما يشتري ببغة يجيبه على بيته يقرأ عنها ويعرف نوعها لكي يقدر يأمن لها الغذاء الصح هذا هو الفكرة الرئيسية من الموضوع الذي أريد أن نتحدث عنه اليوم عندما يأخذوا حيواناً لا يأخذوا حيواناً ما يسمعوا من الناس يجب أن نقرأ عن حيواناتنا ويتثقف عنها لكي نعرف كيف ندير بالنا عليها حيواناً نحن نقرأ عنها 25 سنة وعلى عمري التوطير لدينا فجوة كبيرة لدينا فجوة كبيرة وعلى عدد قليلاً من المعلومات يجب أن نقرأ عن حيوانات وعلى حيوانات وإذا كنت نظر عليها وعلى حيواناً لا نريد من أساساتنا ساومي على الصوت صوت صوت مترو مترو خايف من البسس الشرازيه عادتاً بيكون انفه أصير هي طفرة غير طبيعية بيكون عنده مشكلة بالنفسه وبشخوره حتى بالليل بصير شخور جاي بلنا حيوانات يعني من الآخر اندي واندي طيب ها اندي عطيك مترو تفضل مترو في اي شي بس حب تضيفه دكتور بس مرة تاني بنا نعيد انه بنا نحب كتير الناس يتقفوا اكتر ويقرؤوا اكتر عن الحيوانات يعني البسس ظلمناه مش ولي ما نحكي عن مرد البسس اللي بعمل عقب والمرد تقريباً مش اساوي البسس واللحمة السلحة هاية انتشرت كتير وعملت اعنا تلوث به السلحة مش لازم مشتريها ونرميها في البحيرات والبابغ كتير اصصر ما فيه ما فيه صح دكتور نسيم النعيمي شكراً كتير على المعلومات نذكركم بالتردد الجديد تبع رؤيا وهو واحد اثنين تلاتة تسعة تمانية فرتكال عمودي ياريت تفوتوا على الريسيفر وتغيروه عشان اللي ما غيروا ما عم بيحضرنا هلا بس اللي غيروا اكد عم بيحضرنا و مرة تاني باشكرك دكتور و ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وفقراتنا متواصلة معاكم وراح نشوف فيها هلا موسيقى 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 موسيقى